أنا أذكر من القصص سمعتها قديما لكنها والله مفيدة يذكرون أحد الأثرياء يملك قصورا ومزارع واشياء من هذا القبيل ثري جدا لكنه في صحته عليل ولا يأكل إلا أشياء محددة له جدا ومزارعه مليئة بالثمار الطيبة ما يستطيع أن يأكل منها شيئا فمرة على شرفة في قصر له مطل على بستاني ينظر إلى أحد عماله في مزرعته والعامل ربما يغبطه على هذه الكصور والمزارع ورأى أحد عماله في مزرعته في الصباح الباكر جاء بزبدية لبن كبيرة وقطعة من الخبز أيضا كبيرة وجلس يعمل حتى السابعة أو السابعة والنصف ثم استرح قليلا وأخذ هذا الخبز يغمسه في هذا اللبن ثم شرب الزبدية كاملة هذا ما يستطيع يفعل ولا قليل من هذا أكله محدد بأشياء معينة له فكان ينظر إليه ويقول لو يعطيني الصحة وأعطيه ملكي كله وهذا تجده نفسه أيضا يغبط فالحاصل أن الإنسان ينبغي أن يذكر نعمة الله عليه يذكر نعمة الله عليه وينظر دائما إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه لأن نظره إلى من فوقه يجعله يزدر النعمة بينما نظره إلى من هو دونه يجعله يستحذر النعمة ويشكر المنعمة المنعمة